أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنقصصها للتدرب على رسم ميبيانات تحديدا الميبيان بالمنحناء أو الميبيان التطوري في إطار حصص الدعم المخصصة لمستوى أولى باكالوريا علوم برسم موسم دراسي 2021 2022 بحول الله إذن لهذا الغرض اقترح عليكم الاشتغال على الجدول إذن كما تلاحظوا موضوع الجدول هو تطور إجمال سكان المدن في المغرب بمليون نسمة إذن الجدول عندنا جوج دي الخانات الخانة الأولى للسنوات والخانة الثانية سكان المدن بمليون نسمة إذن حاولوا نقرأ المعطيات الإحصائية إذن سنة 1960 بلغ سكان المدن في المغرب 3.3 مليون نسمة قفز هذا العدد إلى 5.4 مليون نسمة سنة 1971 بحلول 1982 ارتفع العدد إلى 8.7 مليون نسمة ثم إلى 13.4 مليون نسمة سنة 1994 سنة 2004 ارتفع العدد من جديد ليصل إلى 16.4 مليون نسمة وفي آخر إحصاء لسكان والسكنة بالمغرب أي 2014 ارتفع العدد من جديد ليصل إلى 20.4 مليون نسمة المصدر إذن بعدما قرأنا طبعا معطية الجدول الإحصائية إذن المطلوب هو أن نحولها إلى مبيان بالمنحنة أو المبيان التطوري إذن متى نحول الجدول إلى مبيان بالمنحنة؟ إذن لا بد طبعا أن تكون الظاهرة المجسدة في الجدول ظاهرة متطورة في الزمن طبعا هنا الكلمة المفتاح يعني في العنوان هي تطور إجمالي سكان المدن في المغرب إذن هنا كلمة تطور إذن بمعنى آخر أن الجدول هو جدول تطوري يعني إحصائيات متطورة في الزمن وفعلا منك نشوفه يعني السنوات ونلقعوا عندنا أكثر من ثلاث سنوات إذن منك تكون عندنا ثلاث سنوات على الأقل فما فوق إذن فالمبيان المناسب هو المبيان بالمنحنة لأنه يعكس لنا تطور الظاهرة في الزمن أحيانا قد يكون يعني هذا التطور تطور متصل يعني متتالي سنوات متتالية أو قد يكون يعني التطور متقطع يعني غير منتظم إذن في هذه الحالة يلقوا عندنا يعني هناك فواصل وفورق زمنية بين السنة والتي تليها يعني أحيانا عشر سنوات إلى 11 إلى 12 سنة إذن ما بين 1960 إلى 1971 إنه 11 سنة وهكذا إذن لدينا فواصل زمنية بمعنى أن الظاهرة هي متطورة صحية في الزمن لكن هذا التطور هو متقطع إذن في كل حالات يعني إذا كانت عندي الظاهرة متطورة سواء تطور متصل أو متقطع إذن ممكن نحول المعطيات إلى مبيان بالمنحنة لكن بشرط يعني أن أختار مقياسا مناسبا للسكان وكذلك السنوات إذن من سبل يعني قبل اختيار المقياس إذن لابد أن نتتبع بعض الخطوات المساعدة منها أولا تحديد الظاهرة مدروسة إذن الظاهرة مدروسة هي إجمال سكان المدن طبعا هي ظاهرة ترتبط بالجغرافية البشرية ثم الفطرة الزمنية هي ما بين 1960 و2014 ثم عد ذلك نصنف المعطيات الواردة في الجدول إذن لدينا هنا السنوات كمعطاء نوعي والسكان كمعطاء كمي مطلق بعد ذلك نختار المقياس المناسب إذن بالنسبة للسكان يعني سكان المدن اللي غادي نمطلوها في المحوار العمودي ثم السنوات بالنسبة للمحوار الأفقي فكن ناخده طبعا أكبر عدد في الجدول اللي هو 20.4 وكن نقسمه على 10 إذن هو جوج فاصلة 0.4 كن ناخده بإفراط يعني ممكن ناخده 1 سنتيمتر يساوي 3 مليون وممكن أيضا نختاره 1 سنتيمتر يساوي 5 مليون يعني كلاهما صحيح بالنسبة للسنوات بما أن الفورق الزمني هي تصل إلى 10 سنوات أحيانا أكثر من 10 سنوات وعندي هنا تقريبا يعني 1 جوج 3, 4, 5, 6 يعني 6 دي المحطة الزمنية إذن ممكن نختاره يعني كل 1 سنتيمتر يساوي يعني 10 سنوات على أساس أنه يعني كل مليون يساوي سنة واحدة إذن على هذا الأساس إذن كنقوموا يعني برسم الأفصول والأرتوب إذن الأفصول طبعا نخصصه للسكان المدن بمليون نسمة طبعا كان اختارت هنا يعني كل 1 سنتيمتر يساوي جوج 5 ممكن تختاره أيضا كل 1 سنتيمتر يساوي 3 مليون نسمة ثم بعد ذلك اخترته يعني يعني المقياس الخاص بالسنوات على أساس أنه ممكن نختاره يعني كل 1 سنتيمتر يساوي عشر سنوات وممكن تختاره أيضا كل 1 سنتيمتر يساوي يعني خمس سنوات يعني حسب مساحة الورق المتاحة إذن فدائما المقياس كان نخده بنوع من المورونة ولكن يجب طبعا أن يكون دائما مقياسا مناسبا لتمثيل هذه المعطيات طبعا دائما يجب أن يكون نوع من تناسب ما بين طول المحور العمودي وأيضا طول المحور الأفقي يعني الأفصول والأرثوب إذن فبالنسبة للمحور العمودي نمثل في كما قلنا سكان المدن أو إجمالي سكان المدن وبالنسبة للمحور الأفقي السنوات يعني المحطة الزمنية التي لدينا هنا هي 1960 ثم 71، 82، 94، 2004 و2014 إذن فبهذه الطريقة نمثل الإحصائيات أو المعطيات الموجودة في الجدول دائما نعتمد في ذلك على التقاطع يعني ما بين المحور العمودي وكذلك المحور الأفقي يعني إجمالي سكان المدن والسنة إذن كما كتلاحظوا يعني في كل سنة كنحددوا يعني بدقة يعني عدد سكان المدن ثم بعد ذلك نصل بين هذه النقاط إذن هنا أذكركم بالأساسيات وعناصر الميبيان إذن بالنسبة للعنصر الأول كما قلنا المقياس أن يكون صحيحا سواء بالنسبة للمحور العمودي أو الأفقي ثم العنوان دائما يكونوا في الأعلى نكتبه في الأعلى تطور إجمالي سكان المدن بالمغرب بمليون نسمة ثم المتغيرات طبعا هنا عندنا جوجة المتغيرات الأساسية إجمالي سكان المدن بالمليون نسمة هذا كمتغير وأيضا السنوات ثم أخيرا المصدر وأيضا الإطار إذن الإطار نضمنه العنوان كذلك المتغيرات والمقياس باستناء المصدر الذي دائما ندرجه خارج الإطار وفي الأسفل دائما العنوان كنكتبه في الأعلى والمصدر في الأسفل ونأخذه مباشرة من الجدول الإحصائي دائما يجب أن تعتنوا حتى بالجانب الجمالي المرتبط بتمثيل هذه المعطيات الإحصائية في ميبيان اللي هو ميبيان بالمنحناء والميبيان التطوري إذن كده نكون أعزائي قد أنهينا هذه الحصة أتمنى أن تكون حصة مفيدة وماتعة في الأن نفسه وأن وفق في تبليغ مضامن وعنصر الأساسية طبعا إذا كانت لديكم أي تأسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركها في التعليقات حتى أتطلع عليها وأجيب عنها في حين بحول الله وللقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته